اشتركوا في القناة الليل سامرة سوال بيها كل جروح نقيم تراحيب 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 من جولتنا المستمرة لإيصال الصورة المشرقة النيرة لأبناء عراقنا الحبيب من الفرات الأوسط وجنوب عراقنا حياكم الله بياكم من بقاعة طاهرة الشريفة وأهلها الكرام بقاعة ناصرية وتحديدا من مظيفة شاعر لفتة جهلاوي أبو سلام عندما حطت رحالنا بهذه البقاعة المباركة وهل هوا ناس الطيبين الكراماء الأصلاء شاهدنا رايات يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزلي وهذه ما هو غريب هم أهل الكرم وراعين الأولى وأهل الملقى والترحاب في هذه اللحظات يسرني أن نسمع كلمة ترحيبية لراع المظيف الشاعر أبو سلام الشاعر لفتة الجهلاوي حياك الله شاعرنا ويا مرحبا بيك يا أهلا وسهلا بقناة سام الراء أعزك الله يا أهلا وسهلا بقناة ترحيب حياك الله وبياك أهلا وسهلا بالكادر الله يعزك والحمد لله على سلامتهم على مسافة الطريق الله يسلمك من أهلهم وناسهم ونعم ولايتهم الله يعزك ويبارك ويا أهلا وسهلا وألف مرحبا يا حياك الله الله يسلمك شاعرنا وعمنا أبو سلام حقيقة نشكر كرمك واستقبالك شاشتكم شاشة قناة سامر رابع أبها وأحلى صورة أنتوا رعيني الكرم وقد الضيف وأكثر يا أهلا وسهلا بكم يا مية تهلب ناسكم وحلكم وولايتكم ما حط فخرنا أنتوا عمنا الله يسلم الله يعزك ويبارك بيك أيضا نحن عندما نقول أبو سلام ونقول الشاعر لفته فأنت ما حط اعتزازنا بهذه الأمسية وإلك مقامك إن شاء الله وإلك هذه الزاوية المشرقة والجانب المشرق من الإبداع في الشعر الشعبي يا حبذا لو نفتح الجلسة للمشاهدين الكرام بشي من اختيارك بخيل اللي عليك الدمع مهلا يبلسان اللي يريح الضيف أي مهلا بخيل اللي عليك الدمع مهلا يبلسان اللي يريح الضيف بالمنازع وحسك ردت مهلا قلت خطار واشف بالثني الله 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 تعال انظر القلب بس سلامة بقت وانخل ترجع تعال انظر القلب بس سلامة بقت وانخل ترجع انتظرتك طول عمر بس لا ما تجل لالصبح يسرون به الله الله احسنت اهناي الواعدتني بعذب شو مي مايك وانلك عصريت شو ماي عيني الله 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 وشار دصيح عليك شو مضع نغرب وانا نغربين بي الله عليك يا صاحب ما دريت العقل شت لاك انكرتني منت حسن عود شت لاك بس من الرضاعة بعد شت لك خويتك والثدي بس نسوي الله الله اهناي اهناي القاعد نقابل دلالاك اش عجب بالربع ما بي اه دلالا كل هذا وبعد طبع دليلك وسيعه صار مجمل للخوي يا الله ايو الله انادمه وتنادمني دلالاك يا ماهر ما نفع بيهم ايه بكثر ما كان راه يدهم دليلي يكذبر قام يلدي من الخوي والله يكذبر الله وينا اليوف بالشدة ولي صار دليلي وقبل لا صيحة ولي يصير ردد صاحب خرس كهرب واليصير يتفسر من يحس حسرات بي الله 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 عليك والله يعني نختمها بوحدة اخيرة نختمها وانت كريم وحن نستاهل يا ابو سلام والله تستاهلون كرم الله يسلمك تاج الراس انتم تستاهلون معي العين بارك الله بيك الله يسلمك اختم هبيت ايه الواحد من تراثنا القديم اللي هو احد عمام الحاج المرحوم دحام رحمه الله رحمه الله يقول هلو مية هلو اكثر وظيفة وبعد عدنا الكرم والعز الله وظيفة احب يضيفني مرة وظيفة تبادل بالهدايا وبالخوي الله الله عليك الله تعيش وتسلم بارك الله بيك شاعرنا بسلام الله يسلمك انتم اهل ترحاب واهل الهلة والمرحبة حقيقة هذه الرسالة لابد ان نوصلها لكل من يشاهدنا من شاشة بيوت العراقيين شاشة قناة السامراء عندما حطت رحالنا من عند الفرات الاوسط وبدءا من محافظة بغداد ومن بعدها بابل الى كربلاء المقدسة وصولا الى النجف الاشرف لغاية هذا اليوم عند اهلنا الكرام من الناصرية شاهدنا الحفاوة في الاستقبال شاهدنا الكرام المشهود شاهدنا بان ما حسينا بغربة حسينا وكايننا ما غادرنا من اهلنا وصلنا لأهلنا فالله يديم الامن والامان ولم الشمل يا رب والله لا يفرق بيننا كلتنا ابناء عراق واحد وحقيقة الاصالة وعنوان العراقة وعنوان العادات والتقاليد في المضايف العربية العريقة الاصيلة وجدناها في الفرات الاوسط ووجدناها ايضا في جنوب عراقنا الحبيب شكرا جزيلا مرة ثانية للا راعي المضيف شاعرنا ابو سلام عندما يرافقنا رجل ذو تاريخ مشرف وذو تجارب عديدة وفيما يقولون عربنا المجالس مدارس وكبارنا هم حكمائنا ومن خلالهم نقطة بيسمعنا المعرفة في هذه الحياة فعلى هذه الاساس نتشرف بمشاركة لعمنا الشيخ عامر ناهي عاجل حياك الله يا طويل العمر أهلا وسهلا حياكم الله أهلا بشيخنا العزيز نحن نرحب بقناة سامرة الفضائية عزك الله ونرحب بكادره المحتام الله يسلمك يا أهلا وسهلا حياك الله وبياك نحن محافظة ديقار قضاء الشطرة قبيلة العبودة في العراق والوطن العربي نعم كان قائده الأقدم خيون العبود أمير قبيلة العبودة في العراق والوطن العربي نعم تميل قبيلة العبودة إلى السلم وليس إلى الجبل الله أهلا وعندما تحدث أحداث ضد أي طرف من أطراف القبيلة نعم نتبادل السلم ولكن لا نسدت بيبان السلم سنفتحها بالقول الله أهلا ونعم وعندما يوم صار ميلان بعض القبائل على العبودة بالفرات الأوسط أهلا اجت رسالة من العبودة أهل فرات الأوسط نعم يقول بشعره أي يقول من يواصل كتابي لا تنام الليل أهلا ما تلحق علي أن نزل إن بس الخيل أي والله علينا تكاتفة علينا تكاتفة علينا تكاتفة عشائر والحكومة إلا نشيل الحقي تشفك كلها ملاوية يعني تشف خيون العبود الله الله ونعم ونعم إنه لخيون ولينزل في قبيلة العبودة يحتبر منها الله ولا يزال المثل مضروب إلى أعضاء أصلك قول عبودي يعني ماكو فرق اللي من أهل سامرة أو من أهل كرقوق أو كردي أو عجمي قلنا عندنا واحد نعم عندنا أميرنا أميرنا الحاج خيون العبود الله الله واستخلف الشيخ أمير قبيلة العبودة الحاج حسين خيون العبود ونفس المنهج واستخلف الحاج علي حسين الخيون ونفس المنهج ونفس الشعور بالمشؤولية نعم واستخلفهم الشيخ الحاج حسين الحاج علي الحاج حسين الحاج خيون العبود أمير قبيلة العبودة في العراق والوطن العرب والنعم والنعم الغانم والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله طال عمرك وبرك الله بيك وأختمه لكم بيت أبودية ونعم الأبودية شيخنا شي تقول طبعا احرار ما واحد يمرنا الله والله احرار طبعا احرار ما واحد يمرنا ولا يوم الهفة بوياغة اي يمرنا نحي الضيف والطارش يمرنا يمرنا ولن ممنون من يامر علي وسلامتكم الله عليك صح الله سانك شكرا جزيلا شيخنا القدير العزيز الشيخ عامر ناهي عاجل على هذه المشاركة الانباركة بعدين سمعنا لهذه الكلمات المعبرة لقبيلة العبودة في العراق والوطن العربي وهذا الكلام المشرف والنعم من عمامنا عبودة احنا التقينا بعمامنا الجهل في كربلة ومعامنا العبودة الجهل في الناصرية ناس كرام ونسا جاود ومعنا ومع الناس احنا ومعروف وغني عن التعريب عندما زرنا الناصرية حقيقة هذه البقاع الأدبية لا بد أن نتكلم عن الواقع الشعري فالناصرية ما زالت ورح تكون إن شاء الله وتبقى متنفس الشعراء حقيقة ذائقة الشعر تجدوها في الناصرية والنفس الشعري تجدوه في الناصرية والإبداع الشبابي لشعراء المبدعين انطلاق من الناصرية فعلى هذه الأساس شرفنا في هذه اللحظات أن ننتقل لأجواء الشعر مع شعراء المبدعين الشاعر صادق الجهلاوي حياك الله يا أخوي صادق ويا مرحبا بيك حياك الله أستاذ محمود وكل الهلا بيك وشرفتونا من أهلك لأهلك والنعم عز الله الله يسلم أخوي أخوضك تعيش وتبقى كل الشكر والتقدير للقناة سامرة الفضائية والبرنامج تراحيب أعزك الله وحق جروح وحق جروح قلب وين ختها وي نختها وي نختها الله عليك وين ما أخذني الدرب ما بي سفار وين ما أخذني وين ما أخذني الدرب ما بي سفار الغربة ظلمة وبالظلامة تعيش ذل وعفت شمسلة بوطن بيدا حباب وقمت تتوسل شمع ما يشتعل الله وين ما أخذني الدرب ما بي سفار الغربة ظلمة وبالظلامة تعيش ذل وعفت شمسلة بوطن بيدا حباب وقمت تتوسل شمع ما يشتعل الله بوطن غير منمشي ويحل ذليل الديرة موديرة نذن ما عدي حل وانت تدرب راسي ناشف من زمان من نبو يستنك في يقل نزل الضحكة بالغربة وحيدة تخافكيت من تفك باب الشفايف تنكتل نعم لو بدمعة منتجفن وقت الغروب لو بصفنة ليلة لي فارق لخل الله الهوى يمر نوريتي مختنقى شوق امتاني النسمة تهب منتجفل نعم بي دمعة عاجر قبال الجهال وبي لهفة شوق هالحضن الطفل بي دمعة جاهل بي دمعة عاجر قبال الجهال الله 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 عليك وبي لهفة شوق هالحضن الطفل هذا حالي من ابتعد عني العراق يصيبني الوهواس وبشوقه اشتعل ايه والله تعيش هذا حالي من ابتعد عني العراق يصيبني الوهواس وبشوقه اشتعل نعم اولاد قل لي بهالوطن ما ظلمان هاي هاي كلمة قوو مفعال النذل الله قل لي راجح حتى فق قلب الحدود حتى شيل من الوطن ربع الحمل نعم حتى زف بغداد لحظان الجنوب حتى سول سومر وباب الحفل أصيل اردعيدا كل حضارات العراق أجلكم الله واردزين شار بل ما ينعدل لا تلام عمر خلصت بمحطات القطار ايه والله حفظ وجه الريل قد ما شافني الله من قلت لو ياك ما عافانا غاد بس اخوي دار وجهه وعافى الله عليك شاعر متمكن ومبدع جدا اخونا صادق الجهلاوي قوي السهل الوطن وان شاء الله العراق يبقى آمن ان شاء الله بجهود كل أبناء قواتنا الأمنية وتحياتنا اكيد بعد ما اطرق لهذا الموضوع في أبياته الجميلة اخونا صادق الجهلاوي تحياتنا لكل أبناء قواتنا الأمنية سور الوطن وايضا الشكر موصول لأخونا صادق عن هذه الموضوعية الهادفة عن عراق نائل حبيب شاء الله العراق يبقى بأمن وامان بجهود أبناء ورجال الوصلاء بارك الله بك الله سلمك أيضا مشاركة لأخونا الشاعر حسن البدري حياك الله يا أخوي حسن حياك الله أستاذ محمود وأهلا وسهلا بك أعزك الله يا مرحبا أنت وكاد القناة سامرة مدينتكم الثانية مدينة الشطرة حللتم أهلا وازلتم سهلا بارك الله بك وكل الهلا بكم أعزك الله قبل البداية طبعا الشعر كثير نعم سأبدأ برثاء إلى كبير الشعر ولو هو رثاء متأخر يعني إلى عريان السيد خلف رحمه الله كبيرنا الذي علمنا الشعر نعم الله 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 أقلب أقلب بالعجاة في المضن بالكيف أقلب بالعجاة في المضن بل كيف تليقوا يلطم على الراس أقلب بالعجاة في المضن بالكوف تليقوا يلطم على الراس بل كيف وداعا يلوداعك موش بالكيف تلمث لهم أبيك الناصري لا والله مو بالكيف الله عليك الله يفليك تعبر ما تظل حمول على القاع إن شاء الله تعبر ما تظل حمول على القاع وتشذب ما دام حال تدور الأيام أو ترد كل الوجوه النكرة الطيب الحد رفين قبل ترتاح وتنام أوجوه المات غزر بيهم الأخ أي ولا ذاك التراب الواصل الهام زرعنا بقاع صبخة وردنا محصول وقلنا التالي بلك يصير قدام بلكي وردنا من البخيل يصير مضياف وتمنينا الرعيع يصير مقداما سمعنا وما قنعنا الساس ندّاس فقرة وعايشين بعالم موهام سمعنا وما قنعنا سمعنا وما قنعنا الساس نداس فقرة وعايشين بعالم موهام ما يصنع جحة تاريخ سقراط ولا ممكن أمي يحب الإسلام ولا عن تر يمثل دوره شيبوب والحجاج ما يتكفل أيتام ولا عادل يصير بحكم أمرود ولا تلقى الخليل يحب الأصنام صعب بقراب خنجر يقعد السيف وتشذب يم التشاؤم تلقى الأحلام تعبنة تعبنة وماكو حل أنصاف العقول نعم فوضى وما ترد الفوضى لأقلام الما يرضى بحجن معروف والطيب للمحاسب يجبر ما حسام مو دوم العلال تتشافى باللين نعم تصح مرات علد واهل آلام ما نعبر ترى بحجاية الطيش نعم اللي بسوق الحشف فلسينا تنسام ايوالله إذا الساحة غطاها ترابوا لخيول ما يعبرها بس الشاد لحزان ايوالله مالت مالت والسفينة تريد لقمان نعم اللي حقوها قبل لا توصل الحطام ايوالله السلام اللي حقوها قبل لا توصل الحطام الله 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 تعيش الله يسلم الله يسلم وتسلم أخونا حسن الله يسلم بارك الله بيك ويا رب يستلحقون السفينة عاد احنا شمونا ايوالله امين يا رب الله يسلمك تعيش وتسلم اخونا ايضا الشاعر موسى لفت حياك الله يا اخونا موسى حلي ولف هلي وحياك ما الله بقناة سامرة موسى الله نسلمك هلا بطي عوف السفر ما بي ينكسر خاطر ها التستاهل تعيش بطيحة الماذر عوف السفر ما بي ينكسر خاطر التستاهل تعيش بطيحة الماذر نعم هو يشاطر بعد لا تغلط ترى المفروض اللي تنعد بلي في زينة المشاطر ايه ثلمة قمر هجرك تكمل وتنشاف الله الله ما يرضى بنقص ينشاف اللي يكابر نعم ولوش يجرب مسى قلبه ليسولف جاي اللي يطير تعوفه وتأمن الماء طاير الله قلت لك لا السافر مو شحة ناس ها بس ما بي يعيش اندور اللي يناطر الله ولا بي انتشع للموشة هل هنباك وما تخلص بهين بوكت الحاذر نعم رمال قاعل بسدر وهو يعطل الطير الله ما يبقى ذكر للراحة هرحافر منت نازل حسبثني انهن مغلوب لان عدنا ليحبلو عود لو شاعر الله 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 ومن شفت بحمار الناح سمتانات قلت لك لا تغرك ضحكة العابر ايو الله الماء يكبر بفضة عينك من الطيح اللي يستوحدك راي بشدهة الحاير وقلت لك عوف غصن الخاوية ورديت اللي طيرت عوفه وتأمن الماطاير هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عيونك اتعب ورد ارتاح بعيونك شاليه تشنك عجز ما شوف عدة حمل طايحة علمتونك اي والله يا شيب خاب التفت ناس الترف موشي لك وتبوق من لونك وشفاك راية حرب ياهل اتمره يطيح اي والله الجامع سنينه تعب خاب التفت له شذب وميله مني يصيح ضليت مثل السجن مكروه من البشر بس قاعده بقلبي وللخمر ما لي درب شاليه تشني ثمل ومتيه بدربي الله يعين واعذرني بس مختنق ما بي يظل ساكت ولولا التعب والعتب يبقى العشق باهت وجرب وضوق التعب ومتون تلقاني باخر ايام الحج يا صاحب الداني سلامتكم الله الله صح الله لسانك اخوي موسى بارك الله بيك اتمنى لك ان شاء الله الدوام الموفقية والنجاح شاعر متمكن ومبدع بارك الله بيك وحقيقة شعراء هذه الامسية رائعين جدا راح نستمروا اياكم احبتنا المشاهدين بهذه الجلسة المباركة من عند ديوان ومضيف عمنا وشاعرنا ابو سلام لفتاء الجهلاوي الروح فاصل ونواصل خليكم ويانا موسيقى 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 حياكم الله مرة ثانية أحبتنا مشاهدي قناة سامراء الفضائية من مضيف عمنا الشاعر لفتة جهلاوي أبو سلام من محافظة الذقار الناصرية قضاء الشطرة القضاء اللي يتنفس شعر ما شاء الله من شعراء المبدعين وشاهدنا قبل الفاصل أخونا صادق الجهلاوي وأيضا الشاعر حسن البدري والشاعر موسيقى موسيقى كانوا مبدعين جدا وأيضا استمرارا بهذا النهج نعود هذه المرة مع الشاعر مرتضى البدري حياك الله يا أخوي مرتضى الله يحيا أصلك وشثير الهلة والفهلة يا هلا بقيت ما أهلة العرب وقناة سامراء وكل كادرها وبيك استاذ محمود الله يسلمك يا أخوي بالناصرية ناصريتكم ومنهلكم لهلكم الله يبارك بيك الله يحفظك تعيش يا أخوي بفترة آخر أيام الحرب نعم وإحنا كل إحنا متأملين أنه العراق يرجع مثل قبيل ايه والله فشني تنازل مجاز من دوامي نعم واتصلوا علي شني تاني ببالي دائما أسولي فأقول العراق راح يرجع وراح نرتاح فخابروني قالوا مجموعة من أصدقائك استشهدوا الله أكبر فعاتبت العراق قلت له اطيح عين أهو ولا لبها يطيح الله 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 اطيح عين أهو ولا لبها يطيح قلبي عذي واللي تحتش بظهري قلت أخو الله إن ما اهتز بابي بدأ يدعلي ريحي حركة ريح ولا يحركة واحد من الجفو أي أي سيبا ماني بقلك تستريح أي والحين قريت القرير وميزيت اللي يجزو ما شفتك بجنبي يومني جريح وش يفرقك معاي عن العدو وش هو من لحيا هذاك اللي يصيح أي والله خنتنا لجلة مبارك بها الأخو أنا مطر منه ذا بقى طيح طيح من قتلة قضة من قتلة قضة تأشر على ظهرة من قتلة قضة من قتلة قضة تأشر على ظهرة قال اقطعوا من اللي اقطعوا مهرة الله اشترى لعبة لبنيتها واشتروا عمرة الهيل الجو قشرة مختنق عطرة الله الطياتة جقارة ورحت عنها ومات اللي ها السوطة عم منها ضالوا بصدرة الله الله عمت عين العيون اللي ما غدت حمرة نعم عمت عين اللي عرسوا صاحبة بقبرة أي والله عمت عين أنا اللي سويتهن بجفاه نعم أكشخوا لمرأي الصيح للذكرة نعم هذاك اللي كان يبقى بواجبك وتنام أي والله هذاك العلم ودك بدلة حمرة نعم ننطيك وبعد ننطيك وانت تمون أي والله يلتحقون عشرة ثلاثة ليرجعون يبيض مثل قلب أمه ويا واحد شي أبو من تلعبوا يا أنا نشوفك صغيرون الله الله ما شورت بيهم أمس من باقوك شي أولدك قلت خليهم يبوقون خليهم يبوقون نفطك يوجعك نفطك يوجعك طمع أخوانك بيك خانوا بيك وانت المارضة تدخون نعم بس يا موطني يا موطن أم الشهيد تقول ابن أول قمر غاف بحضن نجمة الله وبناخر مسافر باب نيلزمة أريدك منتر تكون العلم من لون واحد ما نميز العلم من دمه الله أجيت أجيت مكحل من الدم وقال وقال الملفوف بعلم يرتاح ذا شم الله الله أحسنت صح الله لسانك أخوي مرتضى البدري باشا الله على إبداعك أشكرك أتعيش وتسلم صح الله لسانك خلينا عود مرة ثانية لشاعرنا رعي المضيف أبو سلام أحنا الفصل أسود نركض بكل عين الله أحنا الفصل أسود نركض بكل عين ولا تيحنا مرة بدرب يماشين أحنا الفصل أسود نركض بكل عين ولا تيحنا مرة بدرب يماشين مو كل طير طاير ينحسب شاهين نعم مو كل طير طاير ينحسب شاهين ذراع الماطق قاش ويشقف ما محسوب على الذرعان الله 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 يقول من هنفض شليلك من هنفض شليلك ناس ما تسوى ويالرايت خوية هاي مو خوة من هنفض شليلك ناس ما تسوى يالرايت خوية يالرايت خوية هاي مو خوة الماجاك برضاته ما يجب قوة الماجاك برضاته ما يجب ما يجب قوة الما يبتل غير الطاحك الما يبتل غير الطاحك حشين فنك ما يابا هالله 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 يبلنا تصدق واكوهاس بحق امير العبودة يستاهل الحج يحسين سين العلم الخيون دحياتنا الى اكيد يقول شفك من تمد اذراعك من تمد يعور اذراعك ها اذراعك من تمد يعور اذراعك وغير الظيف ما حد ينزل بقاعك ايو الله اذراعك من تمد يعور اذراعك وغير الظيف ما حد ينزل بقاعك يا ملاك العبودة بسند من خيون الحط يمك نزل ما يعرف اطباعك أيو الله يا ملاك العبودة بسند من خيون الحط يمك نزل ما يعرف اطباعك لسان الرادع ليك يفصل ويما سولف قصينا الله 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 والسلامتك والله يسمى كمسلامة عيش وتسلم بارك الله بيك الله ينطيك الصحة والعافية نعود مرة ثانية الأخونا صادق الجهلاوي صادق حياك الله مرة ثانية أخي العزيز وكنت مبدأ حقيقة في بداية الحديث وعدما سرسلت بالأبيات عن الوطن فاش راح سمعنا بهذه اللحظات ويا حبدة لو تسبقها قصة وبعدها قصيدة وانت مبدع وبكيفك بعد الله يسلم من القصص انت تعرف الشعراء دائما ما تتوجه لهم مواضيع نعم لكن ممكن للمواضيع يستخدمها الشعراء اكو موضوع يهزه اكو موضوع يعبره يعني ممكن موضوع يتحدى نعم لكن اكو موضوع يجبرك انه تكتب عنه طبعا القصيدة لأول مرة تقرأ تقريب من ايام كتبت الله يسلمك بارك الله بك يعني هذه نعتبرها حصريا لا حصريا القناة بارك الله بك والنعم والنعم الموضوع انه اتصال اتصال من ابني نعم السلام عليكم عليكم السلام قال استاذ انا عدي موضوع اهه اريد اطرحه عليك بلك لان اسمع شي عنه بهذا ما بيها شي بفضله اغتقولي قالت انا من انولدت انولدت بعمر ساعة اي من ولادتي نعم اهلي شالوني انطوني اللي بتعمت والدتي لان ما صير عندهم جهال اهه فانطوني طفلة للتبني للتبني فتقول ربيت بهذا البيت اللي متبنيني به الى انصار عمري تسعة عشر سنة نعم فزوجني اللي متبنيني زوجني الواحد من ولد عمه طيب تقول فبعد فترة من الزواج اكتشفت انه هذا الشخص امور تعبانة عنده انه ما اقدر اقاومه طيب لعيش بهذا البيت ما تأقلمت ما تأقلمت وياهم نعم تقول فبديت من اجي اسول في لهم ما يقبلون قاموا يضوجون من عندي لان هذا ابن عمه اهه تقول بهل يعني قدرت استمر فترة من يعني اقل السنة فوق السنة نعم بعد ما تحملت وصلنا للانفصال انفصلت طيب تقول فرجعت لهم قالوا انت مو بتنا دولاك اهليك يا با روح لأهليك انت مو بتنا يعني صعبة والله صعبة انا متبنينة يعني شوف الموضوع شوف الانسانية اللي انعدمت للأسف انعدمت فعلا بارك الله بيك فتقول رحت البيت اهلي اللي هم اهلي الحقيقيين تقول وصلت سولفت لهم قالوا انت حتى مو باسمنا يعني احنا بعمر ساعة انطينات فانقعدت على اي اساس الله اكبر تقول ماذا لدي بس اختي من الزوجة نعم اختي الحقيقية رحت قعدت يمها فهي سولف يعني انا حس اكو شي بداخلي ما اعرف يعني بساعتها فاجت القصيدة الله اكبر القصيدة تقول خليتوني تيهت المشيتين خليتوني تيهت المشيتين خليتوني تيهت المشيتين الله وحرت لا من هلو لا من قسمتي ايه والله صعب خليتوني تيهت المشيتين وحرت لا من هلو لا من قسمتي شعرف من التبنو عمر ساعات وحرمتوني حليب مو مضغتي الله الله خليتوني تيهت المشيتين وحرمتوني وحرت لا من هلو لا من قسمتي شعرف من التبنو عمر ساعات وحرمتون حليب ومضغتي وكبرت بدون الإصملة ودللول واليومش أكلتي وشربت وعشت بس عيش تعمى بطرحة الزاد أتهمس يلا كذلك ما تخبستي وعشت بس عيش تعمى بطرحة الزاد أتهمس يلا كذلك ما تخبستي وزفون الحظ اللي هو شايفة بليس شاقل أنت اللي مخرب بزرتي واللي بقدّ بعدهن ما معرساته وأنا معرس الشيبي بقذلتي وزفون الحظ اللي هو شايفة بليس شاقل أنت اللي مخرب بزرتي واللي بقدّ بعدهن ما معرساته وأنا معرس الشيبي بقذلتي المهم المهم رديت بس اثنين بيبانوا بوجهن سدن وخنقن عبرتي هذا يقول ودوها على ذولاك وذاك يقول ما حس بيها بتي المهم رديت بس اثنين بيبانوا بوجهن سدن وخنقن عبرتي هذا يقول ودوها على ذولاك وذاك يقول ما حس بيها بتي وحتى اخواني كان هم وادم غراب بيشيتوا ما كولين الشي في دمعتي اتكت لك قلب أمّل كان حجر صار بزرت جقلت قالت مو بزرت قالت مو بزرت لأن مادر حليبي بحلقتي وطاح ولا يمّا قلت ليش من كبرتي ولا يمّا قلت ليش من كبرتي تعيش وتسم الله يسلمك أخونا حسن البدري حياك الله يا أخوي حياك الله أستاذ محمود حياك الله مرة ثانية الله يعزك ويسلمك من ضمن طبعا القصص والأحاديث من ضمن طبعا القصص والأحاديث يوم من الأيام دخلت يعني كنت بالدوام ودخلت للبيت فلقيت موجود والدي وخالي طيب والموضوع المفتوح بالنقاش هو طبعا هذا الموضوع هو أغلب العراقيين يناقشونه هو التحديد بلو الجيلي الأكثر تعب هذا الجيل موجود حالياً أو الجيل السابق يعني تعرف أن كل ما يمر بينا جيل يقول احنا تعبنا أكثر من عزكم كل ما جي جيل فمثلا أهل يقولون تعبنا أكثر منكم وكذا هذا النقاش مستمر طبعا نعم أو كما يقال نقاش بيزنطي يعني ما إلى حد حلو أي فدخلت بالنقاش أنا والوالد والخال يعني طيب يعني نحنا جيل تعبنا أكثر منكم أيو الله فصالهم ضمن النقاش يعني طرحوا فت قضية قالوا لا إحنا أنتم ممكن اليوم وسائل تواصل اجتماعه وسائل ترفيه أكثر إحنا عشنا أيام جوع فقور حروب نعم يعني والوالد قال إحنا يومنا اليوم نحسب عدد الجنائز على الشارع العام الجاي من الجبهة الله 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 في الحرب العراقية الإيرانية نعم يعني نقعد بس نحسب عدد الجنائز فعلا فهذا ما وصلتوا لأنتم وإحنا أيضا طرحنا فما وصلنا إلى حل أي يعني من كل من مقتنع بجانبه فأنا قررت باعتبار أن أنتم إلى هذا الجيل نعم أنا دافع عن جيلي بقصيدتي نعم أنت بعد لساننا أنت لساننا نعم نعم باعتبار أننا جيل أكثر تعبير نعم داسوا علينا يا حسن بيا طريقة يعني أي نسنا هل بطريقة مقنعة أو لا نعم فقلت عبر بنا العمر باب الثلاثين أي كبرنا وما عرفنا الدنيا ش تريد المثلنا يعيش هن ضحك ومراجيح أي ويقضيهن شقوا وونسوا مواعيد مواعيد عشناهن حصار وموت ودموع وبالعشرين خاوين التجاعيد أي والله حتين أحلامنا بس للمعلمات حتين وما درينا لينحك بعيد ها اسألونا أحلامكم والشعب شطار ورفعنا جفوفنا ونجاوب نريد أي علي يمي أي وعرفة وشاطر وزين زين سكت مثل الكسالة والمقاريد الله طلع من ظغرفاهم كل شبح سين اللي قوا بسبايكر من جثة بسيد الله أكبر المهم طعم ويجوز القبولنا يلوحهم صيد يقولون القبولنا بالثمانين لعبهم بس للمعلمات ونجاوب نريد أي علي يمي وعرفة وشاطر وزين وزين أي سكت مثل الكسالة والمقاريد طلع من ظغرفاهم كل شبح سين الله اللي قوا بسبايكر من جثة بسيد المهم صيد البت صارنا معروف نعم وغيرنا بخير لأن بعد السياسي يريدنا نموت حتى أرباح حزبة تزيد وتزيد وظلت بس صورهم خاف تنعاد ويردهم بالمقابر يخلص العيد ما أرجع أقلك هاي الأبيات كبرنا وما عرفنا الدنيا ش تريد هاي المرة أسكت مثل بحسين مثل ما تسكت الناس المقاريد الله أحسنت صح الله لسانك تعيش أو تسلم ما شاء الله عليك مبدع ومتألق أخونا حسن البدري بارك الله بك الله يسلمك حقيقة أنا بقالي موسى لفته والشاعر مرتضى البدري بقعت عندي دقيقتي فيا حب ذا وأتمنى أن نفتصر الدقيقتي مع أخونا موسى وأخونا مرتضى بداية مع الشاعر موسى لفته قلب من قلت رايح نبوياك عزيزه وين ما تمشي نبوياك قلب من قلت رايح نبوياك عزيزه وين ما تمشي نبوياك أغار عليك لو يمشي نبوياك أخافواي وهدناك وتخون به الله الله أبواه الصفل من حسية ردناي اعتنية ودار ويها وكهل أبواه الصفل من حسية ردناي اعتنية ودار ويها وكهل ردناي من هدها وخضر من الدمع ردنا طفل بس كسر خاطر كهل بي الله 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 تعيش يا موسى أي يا مرتضى أقول لا يا مبلغ الحيين أي ألا يا مبلغ الحيين بتريف بدليل علي بدل ترف بتريف مكانك بي كحلة برمش بتريف شقربك يا شريتش بوالدي الله 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 كطرت حيدر بصفين طرناي وقت وأفز لكون سمعت طرناي أمس الوحد ولنذيب طرنا ضحك من مالقة لينويش البي الله الله والسلامتكم الله عليكم وتعيشون وتسلمون ما شاء الله على إبداعكم موسى ومرتضى وأيضا أخونا حسن البدري وأخونا صادق الجهلاوي كنت ضيف مبدعين وشرفتونا وإن شاء الله يا رب أتمنى لكم مزيد من التلق والنجاح إن شاء الله ونلقاكم مرة ثانية بهذا الإبداع بارك الله بيكم أيضا الشكر موصول لعمنا الشيخ عامر ناهي عاجل لأخذنا من وقت حقيقة بارك الله بيك شيخنا العزيز شكرا لراعي المضيف حبيبنا أشياعر لفتة الجهلاوي أبو سلام شكرا لكل عمامنا وأخوتنا اللي شرفونا بهذه الجلسة المباركة لا يسعني بهذه اللحظات إلا أن أقدم باسمكم مشاهدين الكرام لكل ما عندي شكرا لكل ما رفقنا بهذه الجلسة تقبل وتحيات كادر العمل وأنا محدثكم محمود اليدهيم الصميدعي نقاكم في الأسبوع المقبل ضمن جولتنا المستمرة من الفرات الأوسط وجنوب عراقنا الحبيب إن كان في العمر بقية في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة